تتشرف وزارة الزراع واستصلاح الأراضي تحت رعاية كريمة من السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستضافة الدورة الرابعة والثلاثون من الجمعية العامة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد وإنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نكتمع اليوم بجمهورية مصر العربية بلدكم الثاني وأرحب بحضراتكم جميعا على أرض الكنانة متمنيا لكم طيبة الإقامة وجهدا مثمرا في سبيل تدعيم أواصر العمل المشترك من خلال هذه المنظمة نظرا لانعقاد مجلس الوزراء المصري في زاد توقيت هذه الجلسة لم يتمكن استاذ الدكتور مصطفى مدبولي من حضور الجلسة الافتتاحية اليوم وتفضل بإنابتي لإلقاء الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الرابعة والثلاثون لمنظمة الإكساد نيابة عن سيادته أصحاب المعالي الحضور الكريم إنه لمناسبة هامة أن تعقد اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثون للجمعية العامة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد هنا في مصر قلب العروبة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية الزراعية في منطقتنا العربية وتفعيل العمل المشترك من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة من خلال الوقوف على مشاكل البلدان العربية في هذا الشأ والاستفادة من الخبرات المتميزة لهذا المركز العريق في مجالات عمله ولذا فإن الأمر يتطلب منا جميعا تكاتف الجهود من أجل ترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك وسياغة واقع جديد يفتح آفاقا متميزة مستقبلية خاصة وأن الدول العربية تمتلك كافة المميزات التي تتيح لها النجاح وتؤهلها له سواء من موارد طبيعية أو اتساع الأسواق فضلا عن وجود فرص كبيرة للاستثمار مما يساعد دولنا وشعوبنا على رفع الكفاءة وزيادة الانتاج إننا على يقين بأن اجتماعاتنا بالأمس واليوم ستحقق أهدافها وغاياتها التي انعقدت من أجلها هذه الدورة والتوصل إلى نتائج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وفقا للأولويات وباستخدام الآليات المناسبة بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية إن جمهورية مصر العربية تعتز وتفتخر بأنها من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في عام 1969 ومنذ إنشاء هذا المركز تتعاون وزارة الزراع واستصلاح الأراضي مع المركز كبيت خبرة في مجال الدراسات التي تتعلق بمصادر المياه سواء على سطح الأرض أو في باطنها كما يتم التعاون في مجالات زراعة وتطوير إنتاجية النخيل وتربية الإبل والتحسين الوراسي للأغنام والمعز وإجراء البحوث المشتركة لرفع الكفاءة الإنتاجية لتقاوي القمح والشعير وعقد الدورات التدريبية في مجالات مكافحة التصحر والإرشاد وإنتاج الأعلاف والمرأي السيدات والسادة الأخوة والأخوات الحضور الكريم إنني على يقيم بأن اجتماعات هذه الدورة جعلت مكنتنا من أن نلتقي جميعا لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية المشتركة في إطار سبل تعزيز التعاون بيننا في شتى المجالات الزراعية والأمن الغزاء وفي إطار عضويتنا بالمركز تعلمون حضراتكم جميعا التحديات سواء العالمية أو الإقليمية التي تواجهنا جميعا فيما يخص الزراعة والأمن الغزاء وهذه التحديات تفرض علينا تضافر الجهود لمواجهتها بحيث يصبح الغزاء والإنتاج الزراعي العربي مواجها ومواكبا لزيادة السكان كما يمكن أن يوفر فرص متميزة لتعزيز التجارة في مجال السلع الغزائية ما بين شعوبنا والاستفادة من الميزة أو المميزات المتنافسية التي يتمتع بها الوطن العربي أمام الاحتياجات الغزائية سواء كانت إقليمية أو مشتركة إن لوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي خطط لتحقيق الأمن الغزائي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والأرس بهدف من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وإدخال الميكانة وتقليل نسب الفاقد من الحصاد وتدريب المزارعين عليها مع اتباع تطبيقات أحدث الأبحاث العلمية والعالمية سواء من خلال استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية وأيضا ذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة أو جفاف أو ملوحة أو أمراض أو حشرات الحضور الكريم أنني أدعو حضراتكم جميعا لتعزيز ودعم دور المركز العربي للدراسات في المناطق الجافة والأراضي القاحلة إكساد لتنفيذ برامج تخدم احتياجاتنا المشتركة وتعزيز دور العربي في تحقيق طفرة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغزائي كما أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية تضع كافة إمكانياتها من خبرات وطنية وإمكانيات تدريبية تهدف إلى رفع وبناء القدرات في مجال البحوث الزراعية وصيانة واستغلال الموارد الطبيعية من سواء كانت مائية أو أرضية ومراعي وغابات والعمل على مكافحة الجفاف وإنتاج التقاوي تتحمل الملوحة والحرارة في إطار التغيرات المناخية تضع كل خبراتها وإمكاناتها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها الإكساد لا شك أن هناك عددا من الموضوعات الحيوية الهم المطروحة على جدول أعمال اجتماعيكم اليوم الأمر الذي يتطلب بحثها ودراستها بكل حرص واهتمام من أجل إصدار قرارات وتوصيات تتناسب مع أهميتها وتأثيراتها ونتوافق عليها جميعا من أجل تحقيق أعلى معدلات لإنجاز تلك التوصيات والمقترحات إن شاء الله وإننا على ثقة بأن اجتماعاتنا في هذه الدورة ومن خلال جهودكم المخلصة ستتوصل إلى أفضل النتائج التي تمكن المركز العربي إكساد من تحقيق أهدافه وتساعده في تنفيذ مهامه على النحو الأفضل ترجمة نانسي قنقر